مهام النائب هي واضحة وموجودة في الدستور وأيضاً في اللائحة الداخلية لمجلسي النواب هي لدور تشريعي والدور الرقابي السياسي الذي نص عليه الدستور الدور التشريعي هو طبعاً هو اقتراح القوانين وأيضاً مناقشة المشاريع بقوانين التي يتم عرضها من قبل الحكومة على مجلسي النواب والشورى دائماً الناس تطلب سواء من البلدي أو من النيابة خدمات لكن المفترض أن المجتمع يكون على وعي تام أن دور النائب هو دور رقابي ودور تشريعي يقدم قوانين تخدم البحرين كلها ما يقدم لمجمع السكني اللي هو ساكن فيه ولا الدائرة اللي محيطة فيه ولكن للأسف أنه في السابق يعني في البدايات صار أن الناس يعني بدأت بهالمفهوم أنه نائب أبي منه خدمات خدمات شخصية خدمات للمنطقة يركزون على الجانب الخدمي أكثر من جانب تشريعي كون أن المتابعة السياسية ومتابعة الجلسات ومتابعة ما يحدث في الجلسات مول كل مهتم في ذي الجانب وبدأت الناس تدريجيا يعني يتقل يعني نحن نتكلم عن مستوى صحافة أنت حتى الصحافة ما قامت تنقل كل ما يدور في الجلسات يعني الأشياء القليلة اللي تحدث في الجلسات لذلك ضروري أن سواء المرشحين والناخبين يخلون يعني يفرقون ما بين النائب البلدي والنائب فهذا يعني بس الهدف أنه يعني قد ما يقدرون أن يكون النائب يقدم تشريعات تخدم البحرين كلها ما تخدم فئة من المجتمع يعتمد على النائب نفسه يعني أمكانيات النائب من سواء كان إذا هو يعني ملم بمهام وأيضا احتياجات المواطن وأيضا بما مساهم في الارتقاء بالخدمات اللي تقدمها الحكومة للمواطن والتي تنعكس على الوطن يعني بشكل عام تشريع هو يجب أن يأتي بالدرجة الأولى من المهام لأن سواء كان من خلال اقتراح اقتراح بقانون أو اقتراح بتعديل قانون لأن كثير من القوانين اللي موجودة حاليا تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة دراسة وأيضا تعديل بحيث أنه تتماشى مع الوضع في كل بين فترة وفترة حسب احتياجات الوضع بشكل عام والدهر الرقابي أيضا أنا أعتقد يجب أن يعني هو مهم بدرجة كبيرة يعني على أساس مراقبة الأداء الحكومي ومن ثم بحكم السلطة التي يملكها المجلس سواء كان من خلال أول شيء توجيه السؤال إلى الوزير المختص ومن ثم بناء على السؤال المقدم ورد الوزير إذا ما كان هناك في أي قصور يتم تشكيل لجنة التحقيق يعني الدور الرقابي دور مهم الحقيقة وأداء المجلس كله يعني يبان في 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 الكم من المواضيع والمشاريع بقوانين و الدور الرقابي غد من المجلس بينما الاغتراحات الثانية التي تفضلوا ما قلوا عنها يعني المواضيع الخدمية الاغتراحات برغبة التي تم هي غير ملزمة للحكومة فبالتالي هي بالنسبة للحكومة يعني يعني إذا كانت نحن نشوفها يعني الكم الأكبر من المواضيع التي تسام في ضياع وقت المجلس الحقيقة كلها اقتراحات برغبة عادية يعني يجب في الحقيقة الفصل بين اختصاصات عضو مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور اللي هي المتمثلة بالتشريع والرقابة و اقرار القوانين وبين الأعمال الخدمية الأخرى اللي هي ممكن تكون من اختصاصات المجالس المحلية أو المجالس البلدية أو اختصاصات الوزارات الخدمية مثل الإسكان والتعليم والصحة والأشغال إلى ما إلى آخره من هذه الأمور دور النائب حقيقة في التشريع والرقابة فكلما كان النائب ملم ومؤهل وقادر على ممارسة هذا الدور فسوف يقضي جل وقته في ممارسة دوره الحقيقي في المجلس بحيث يتفرق إلى عمله البرلماني المنظم وعمله السياسي ولا يكون ذلك على حساب تقديم مثلا التواصل دوره في التواصل مع أبناء الدائرة أو في خدمة أبناء الدائرة فيما هو مهم وطارئ من أعمال لكن الذهاب بعيدا بأعمال مجلس النواب إلى المجلس البلدي أعتقد هذا فيه إجحاف وفيه يعني تقصير في عمل النائب لذلك يجب التفريق بين اختصاصات عضو مجلس النواب واختصاصات أعضاء المجالس البلدية أظن من المهم في هذا السياق على الناخب البحريني وأظن أنه الناخب البحريني ملم وعلى قدر كبير من الواعي والثقافة بأنه يختار الشخص الذي يمكن أن يمثله خير تمثيل لأن عضو مجلس النواب حسب الدستور البحريني هو يمثل الشعب بأسره ويدافع عن المصالح العليا للوطن وليس خدمة شخصية لأحد أو لدائرة أو لفئة دون أخرى السبب الأول مثلا نواب محافظة العاصمة لا يوجد عندهم مجلس بلدي عندهم مجلس أمانة العاصمة والمجلس عندما طرح فيما بينهم توزيع الدوائر بين الأعضاء الأعضاء يعني رفضوا فبالتالي أي مواطن في دائرة في العاصمة ما عنده عضو بلدي فيلجأ يطرق باب النائل النقطة الثانية في مجلس النواب في لجنة اسمها لجنة الخدمات هذه اللجنة من اسمها معنية بالوزارات الخدمية بشكل رئيسي التربية والاسكان والعمل وغيرها إذن هذه اللجنة لما تنظر تشريعات مرتبطة بالخدمات فهي فعليا تخلي النائب بشكل غير مباشر أنه يعني ينجر إلى نقاش الأمور الخدمية بمعنى أن بكرة في اللجنة المالية لما أحد النواب يقترح توفير ميزانية إلى إنشاء مركز اجتماعي معين أو مركز صحي في المالية تمويل الميزانية تم عبر اللجنة المالية وفتح اعتماد إضافي باللجنة المالية هل هذا شيء خدمي هو مشرع ووفر الميزانية ولكن لمشروع خدمي ف يعني دائما نلقاء اللوم على النائب أنه منصرف إلى العمل الخدمي في يعني شيطنة بعد يعني باستعير مصطلح ندوة المنبر الإسلامي أنه في شيطنة إلى النواب في أنهم بعد يبتعدون عن الناس جمهور الناخبين طبعا الدور النائب البرلماني دوره واضح مثل ما تفضل السادة رباب يعني هو في الدستور وفي التشريع الرقابي جانب الرقابي وجانب التشريعي الأمور واضحة بالنسبة لي ومهامة يعني من اليوم اللي يتم انتخابه كنائب فخلاص يعني هو عارف دوره عارف مهامه لكن مثل ما تطرقوا الأخوان بعض للأسف هناك البعض ممكن يفسر عملية وجود النائب تفسير خاطئ يعني النائب هو دوره كتشريعه رقابي لكن بعض الأحيان يفسر مثل ما قال السادة بدر أنه يتم جره من غير قصد أو بقصد إلى العمل الخدمي والقيام بأدوار خارج دوره وصلاحياته منصوص ضمن اللوائح والأعمال المهام النابل وقت تقديم اقتراحات برغبة والأمور الخدمية لجنة الخدمات مثل ما تفضل السادة بدر لجنة الخدمات والمرافق لكن في نفس الوقت العملية تحتاج إلى التنسيق بين عمل البلدي والعمل النيابي يعني أنا بحكم خبرتي كسابقا كنت عضو بلدي في الدائرة الشمالية السادسة فلاحظ أن بعض الأعمال وبعض الفعالات التي تصير أمور تصير يعني أنا كعضو بلدي ما يتم استدعاء إلى هذه الفعالية في الوقت اللي يتم استدعاء النائب فيه هالفعالية يتواجد فيه ربما ما أعتقد هذا الكلام يعني دقيق النائب يعي تماما صلاحياته ويستطيع أن يمارسها بالوجه المنصوص عليها في القانون والدستور لكن ربما يكون الكثار من الاقتراحات برغبة بسبب انسداد الآفاق الأخرى عند هذا النائب يمكن هذا النائب نظرا لمحدودية أفقه لا يستطيع أن يتحرك في الاتجاه التشريعي لا يستطيع أن يجاري تقديم الاقتراح بقانون ومن ثم متابعة هذا الاقتراح إلى أن يرفع إلى الحكومة ومن ثم يرد في الفصل التشريعي القادم أو الدور التشريعي الذي يليه بحيث يكون مشروع قانون يذهب إلى اللجنة يناقش في اللجنة ثم يرفع إلى المجلس ربما المجلس يعيد مناقشته ربما يكون هذا المسار متشابك معقد بطيء لا يحتاج إليه النائب في فترته يحتاج إلى أمر سريع ربما يحتاج إلى معالجة سريعة ربما يريد أن يستوضح سياسة الحكومة في مسألة معينة سريعة فيلجأ إلى الاقتراح برغبة أعتقد أن لجنة الخدمات ولجنة المرافق هي أيضا من صلب اهتمام أيضا واختصاصها أنها تنظر إلى كل ما يرفع لها من اقتراحات برغبة أي طبعا أكيد ولكن أيضا حتى مشاريع القوانين ومشاريع تعديل القوانين بذلك للوزارات المعنية في هذا الموضوع أو القوانين للوزارات التي التي لها علاقة بتلك اللجان أنا شخصيا أعتقد وهذه تجربة يمكن حصلت لي في 2010 مع عضو البلدي بأن هناك في مواضيع أنا أعتقد بإمكان النائب أن ينسق مع العضو البلدي بشأنها ومعالجتها من خارج المجلس من غير ما تطرح ولا ترفع تطرح برغبة من خلال التنسيق فيما بينهم والتواصل مع الوزير المعني في الوزارة المعنية وهذه حصلت لي في أكثر من يمكن حليت يمكن أكثر من أربع أو خمس مواضيع مع العضو البلدي وبتعاون الوزير المختص في هذا الجانب اللي أنا أقول أن هناك يعني لما أقول أنه في كثير من الاقتراحات برغبة اللي لها علاقة مثلا على سبيل المثال وليس الحصر يعني إنشاء مضلات للطلبة المدارس الانتظار عوازل المطار أو الشغلات يعني هذي كلها أمور أنا أعتقد يعني صرفة يعني لذلك لذلك المهم أن يعني درجة الوعي لدى النائب نفسه أو شلون يقدر هو يتحرك على هذا الموضوع من غير ما يضيع وقت ويضيع وقت المجلس وبالتالي أيضا اللي تطرق لأخراج قال بأن بعض النواب يعرفون لأن هناك في بعض المواضيع والأمور اللي راح تصير لذلك تجد أيضا أن في بعض النواب يرفعون اقتراحات برغبة ورد الحكومة في كثير منها أنا أشوف أن هي متحققة على أرض الواقع أن يقدم خدمات لكن الأصل أن يكون في تنسيق بين مجلس البلدي وبين النائب أي معوقات تحدث في المجلس البلدي مفروض النواب هم يكونون داعمين المفارقة اللي صارت في المجلس اللي فات أن هناك عشر بلديين سابقين وهذه أول مرة تكون في المجلس البلدي أو المجلس النواب أن يكون عشر بلديين سابقين طيب شنو قدموا العشر بلديين للبلديين الحاليين يعني إحنا كنا نتأمل أن يكونون أكبر داعمين للمجالس البلدي هما النواب خاصة في الدورة هذه في الفصل التشريعي إلى خير ولكن ما ما شفنا يمكن الميزانيات كانوا في وضع كانوا الأربع سنوات وضع المال عندنا في مشكلة ولكن شنو قدمتوا لهم من ناحية تشريعية من ناحية صلاحيات من ناحية استغلالية يعني كنا نتأمل أن يكون المجلس البلدي أكثر استغلالية بحيث أن يقدر يشتغل أفضل ولكن هذا ما حصل في الواقع لذلك كان كان صاروا شوي أنانيين المجلس النيابي حاولوا أن يشتغلون منفردين عن مجالس البلدية وفي جانب كبير من الاقتراحات برغبة هي جانب جوانب خدمية وبالتالي نحن نتكلم عن جوانب خدمية معلنة يعني ما قاعد النائب بطريقة ملتوية يتعامل مع الجانب الخدمي معناته وكأن قاعد هناك في تضارف في المصالح لأن معناته قاعد يأدي دورين دور نائب والدور الآخر الدور الخدمي وهذا ما يجوز يعني كأن هنها بيخلق نوع من الولاء ونوع من التضارف في المصالح فبالتالي الاقتراح برغبة نعتقد جدا مهم للنائب لأن هو راح يقترح أمور متعلقة بالأمور الخدمية بشكل واضح وصريح أمام الملأ ولكن أي أمر آخر يعني يأدي دور يعني يأدي دور كخدمي أو مثل ما قال الأخ أن 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 ينسق لأن لأن متى ما صار التنسيق معناته أن 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 تخلق دورين لك كنائب فبالت فبالتالي أنا أعتقد أن الاقتراح برغبة جدا مهم للنائب الذي يأدي فيه دور خدمي ولكن معلن يعني هذه الجزئية بالذات هي يعني معطلة بالنسبة حق ثقافة المجتمع يعني النائب يدخل المجلس يب يقدم شيء ولكن نفس ما قال ذكر الأستاذ أن هناك الجانب التشريعي يعني يأخذ مراحل طويلة أن القوانين في تشريع القوانين تأخذ لها وقت طويل فما يكون العمل ملموس بالنسبة للمواطنين أما مركز صحي أو غير من هالأمور يكون ملموس وفاعل ويشوفون أمام الملأ لذلك يعني عشان يحسون بوجوده ويحسون بتفاعله يعني فعاليته في المجتمع دائما يروحون للجانب الخدمي يعظم بعض النواب الناس ما قالوا نحن مو ضد الخدمات الخدمات مطلوبة ولكن هناك جانب مهم الناس تب قوانين تب أمور يعني لمستقبل أجيال هناك كثير من الأشياء محتاجين أن يكون فيه صياقة واضح تحمل مجتمع تحمل ظواهر سلبية كثيرة طلعت في الفترة الأخيرة مفروض هنا يكون موقف النواب تصيق قوانين تحمل مجتمع آلية يعني سيكون فيه تنمية من ناحية التعليم وغيرا من جوانب هذه أنا أتفق مع الخطرابات يعني اللي قالت أنه مفعلا وغيرا من الآلية الموجودة في عملنا بالنسبة للمجلس تقديم خدمات برغبان والمشكلة في التنسيق ومو في اختيار في اختيار المواضيع وفي التنسيق أنا يعني يعني أريد أن أؤكد أن في اختيار المواضيع والتنسيق جدا مهم بهالجانب التي تفضلت فيه أيضا بأن أحيانا هناك في عدم توافق بين النائب والعضو البلدي في اختلافات كثيرة تحصل بينهم في المنطقة ونشوف أن في كثير من العضاء المجلس البلدي يلومون النائب لأنه يقدمون هاي من اختصاص نحن لذلك أنا أؤكد على التنسيق واختيار المواضيع بحيث أن يكون في توافق بينهم تعطيها أيضا نفع وقوة أكبر في اختيار الموضوع هناك لجان خمس في المجلس النوار في لجنة الأمور المالية والاقتصادية لجنة لجنة تشريعية واللجنة الخارجية التشريعية والقانونية واللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني هذه ليست لها علاقة بأن هذا اللجنة الخدمية أم تشريعية يعني اللجنة المالية تهتم بالأمور المالية والاقتصادية هل هي ذات جانب خدمية في الأمور المالية والاقتصادية هذا اختصاص لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة تختص بالقوانين والتشريعات التي لها علاقة بالمرافق العامة والبيئة أنت عملك تشريعي عملك قانوني تراقب أعمال الوزارة هل هذه الأعمال المنصوصة عليها في القانون تؤدي إلى خدمة المجتمع على أكمل الوجه أم لا؟ هنا يأتي الدور الإكثار أو الإفراط أو أني أنا أمارس الدور بشكل كبير في هذا الجانب لا كل ما زاد يعني الزائد كمان ناقص الاعتدال وأنت إن أردت أن تخدم أبناء الدائرة فإن هناك بعد السبعة شهور عمل برلماني هناك خمسة شهور أن تحمل مع الدائرة تتواصل معهم زيارات تقوم بتقديم خدمات تقوم بمساعدتهم ماليا لوجستيا إلى آخر أنت تقوم وهذا اللي نشوفه في الديمقراطيات العريقة أن النائب يغيب عن الدائرة في السبعة شهور لممارسة أعمالها الرقابية والتشريعية والدفاع عن مصالح الأمة لكنه يعود ويرجع إلى أبناء دائرته في الخمسة شهور الأخرى بما يحقق التوازن لأن النائب مختلف عن العضل بلدي فمساواتهم يعني في تحافظ حق العضل بلدي بمعنى أن أغلب المجالس البلدية تواجه التهميش من الجهات الرسمية أغلب شيء يدعون الجهات الرسمية لاستدعائهم لمناقشة موضوع معين الجهات الرسمية لا تتجاوب بينما النائب من حق سؤال برلماني في الشهر من حق مجموعة نواب بشكل لجنة تحقيق من حق مجموعة نواب قد منطلب استجواب للوزير ويمكن الإطاحة فيه في مرحلة لاحقة بينما العضل بلدي ما يقدر يقدم خطوات إلى الأمام أكثر من أنه استدعاء هذه الجهة الناقشها في الموضوع أقدم سؤال للجهة ولما أقدم سؤال إلى الجهة الحكومية وأغلب شيء للجهاز التنفيذي ما في مهل للإجابة ممثل المصطرة الموجودة عند النواب هذه تجعل تحرك النائب أقوى وأكثر تمثيلا بسبب أيضا الإطار اللي فيه لعضو البلدي الشيء الثاني يسلمه فيما يتعلق ببعض البلديين نحن كلنا نقول أن النواب يدخلون في تسلل إلى اختصاصات البلديين عدد من البلديين يلجؤون أيضا إلى النواب لدعاهم تحت القبة في مشروعات كثيرة لأنهم رفعوا الرايا البيضة بسبب أنهم لا يحققون تقدم في حل مشكلة معينة وتشكلت لجان تحقيق في المجلس النواب بسبب مخالفات خدمية وبلدية لأن الآليات الموجودة عند العضو البلدي نحن دائما نقول أن النائب لا تدخل في اختصاصات العضو البلدي بينما لا نقول أن البلدي لا يوجد اختصاص أصلا تقريري هو عند اقتراح ويمكن أخونا عبدالله أدرى مني في هذا الشيء اقتراح ويعني 15 اختصاص 15 اختصاص أغلبهم اقتراحات وتعود في دوائر وانسدادات معين والوزير ممكن يرفضوا الاحتكام بعدين ويرجعون بينما مجلس النواب هو عنده صلاحية تقديم الاقتراح والأدوات المعروفة نحن تكلمنا عن دور أهمية التنسيق والتواصل بين العضو البلدي والنائب البرلماني فالشيء الأهم استاذ راشد اتطرق لنقطة أن بعض البلدين يوصلون للمرحلة أن يستنجدون بالنائب البرلماني لأن صوت البرلماني يكون مسموع أكثر من صوت العضو البلدي يعني نحن في المجلس البلدي كنا نعاني نقدم بمقتراحات نطالب بأمور صلاحياتنا مثلا ما تقول مقصورة لحد معين ما نقدر نتجاوزها فهنا يكون دور العضو البلدي شلون يستغل النائب اللي معاه النائب القوي اللي يقدر مثل ما نقول يفتح للأبواب يوصل المسؤولين للحكومين عشان مثل ما نقول أمور المواطنين تتسهل وتتيسر يعني ممكن هذا الموضوع أنه هنا يكون أهمية التنسيق والتعاون بين البلدي والنائب البرلماني النقطة الأهم مثل ما تفضلت هو مصلحة المواطن بس مع أهمية وضرب مثلا إذا أنا كعضو بلدي تقدمت من مقترح مثلا إنشاء حديقة في المكان الفلاني أو الممشى اللي عندنا في المنطقة الممشى يحتاج إلى مثلا نقول تحويله من أرضية العادية السمنتية إلى أرضية مطاطية مثل كأمور البلدية اللي تصير نعلن عنه ندخل المجلس البلدي والاجتماعات في المجلس والمقترح ومثل ما نقول نحط التوصية والقرارات لما ترفع للوزير المعني وكل شيء فتشوف لكن في لحظة واحدة النائب في زيارة واحدة يروح للوزير يقعد معاه ومثل ما نقول ينسب الفضل لنفسه في الوقت إنه المجلس البلدي كان قاعد قاعد بمثل نقول خطوات متقدمة وتحتاج إلى مثلا فقط موافقة الوزير بعض النواب يتخوفوا من العضو البلدي اللي العضو النشيط العضو اللي يتحرك العضو اللي مثلا ما تشوف له شعبية كبيرة بين أهالي المنطقة ففي هالمرحلة تشوف إن النائب البرلماني بعضهم بحل أكرر بعضهم إنه يحسون إنه نوع الغيرة والحسد أو لا ليش معنا يحبون هالعضو البلدي فهني تبتلي المرحلات اللي نقول شوي لصير مناكفات بينهم ثقافة النائب شي مطلوب مهم جدا يكون ملم بدوره بصلاحياته واللي نشوف إنه اليوم ممكن شفنا في الرأي العام في الفترة الأخيرة النيات الرغبات الترشح اللي صارت النية البعض أعلن عن نيته للترشح فنشوف البعض قاعد ينتقد اوه شمعنا هذا فلان رشح روح فتشوف حتى التعليقات الناس قاعدة تصير والله الناس الحين وصلت مرحلنا قاعدة تفهم وتحدد إنه والله هذا اللي رشح روحه اليوم ليش مرشح روحه هذا مثلا مستوى الثقافي ومستوى التعليمي ما يرتقي إنه يكون النائب فإحنا هاي مو شرط طبعا مو شرط أساسي يمكن بعض النواب ما وصلوا لدرجة الدكتوراه في الدراسة لكن لما يتكلم في المجلس النواب تشوف درجة الوعي ودرجة الثقافة اللي عنده درجة جدا عالية وبالعكس طبعا أكيد أنا إذا على نصيحتي إنه يكون شخص عابر للطواف شخص مثل ما سمى شخص يعني يتحلى بالسمات الوطنية في نظر الموضوعات وبحث من دون أجندات أخرى النقطة الثالثة إنه يعبر عن الروح البحرينية ما يعبر عن مكون معين أو تيار معين أو يعني تندمج هذه الأشياء لما ينظر إلى الشيء الأكبر والصفة الرابعة إنه يكون بالفعل مؤمن ومقتنع لما انخرط في هذا المشروع بهذا المشروع الديمقراطي اللي داش فيه مو لأنه في تجارب سابقة دخل البعض ممكن من أجل التخريب مو من أجل الإصلاح أظن أنا أن الفترة المقبلة هي فترة تحول فترة تحرر الانتخابات القادمة وأنا متفائل فيها لأن الناس أدركت أن كان هناك خطأ في بعض الاختيارات اختيارات يمكن كانت قائمة على العاطفة أو كانت قائمة على الخطاب الانتخابي الأخير أو قائمة على أن هذا الفرق متواصل أو متزاور أو كذا أو يقوم بتقديم خدمات أو كذا أظن بعد أن صار المجلس وقع في بعض الأخطاء من حيث مثلا مشروع إقرار قانون التقاعد أو مشروع ضريبة القيمة المضافة اللي يمكن ما لاقت قبول عند الشارع البحريني أظن أن الفترة القادمة أو الانتخابات القادمة راح تعمل على تطوير وتحرير رأي شعب البحرين أو أبناء الدائرة في اختيار الممثل الأكفى اختيار المترشح الأفضل اختيار المترشح الذي يمثل كل البحرينيين الذي يعمل من أجل البحرين الذي يعمل للجميع كيف تقييمك أنت النائب هذه حسب ما تفضلت محمد كيف نعرف إذا كان عنده قائمة ونمار هذه اللي تذكره فعلا أنت اليوم لازم تقعد معه وتكلمه وتناقش وتحاور معه والتأكد منه شخصيا سواء من خلال ندوة من خلال حتى لو كان مناظرة بين مرشحين وهذه الحقيقة اللي احنا اليوم أنا أعتقد نفتقدها والمفروض تكون موجودة يعني على أرض الواقع على أساس تعطي الناخب الخيار وتعطي تشوف من هو الأفضل فاعتقد أن يعني المهام هذه اللي تضرغوا له الأخوان بالأضافة إلى اللي ذكرته وهو صلب اللي يجب أن يكون بالنسبة لموضوع التقييد العمر لا العمر هو أنا طبعا مع تقليل العمر صراحة يعني هذه أعتقد عمر المرشح أنا أفضل يعني أن يكون على الأقل 25 سنة يبدأ وهذا الناخب 20 سنة حاليا كان 21 أصبح 20 فأعتقد أن الخمسة وعشرين أعتقد في كثير من الدول تم الترشح في السن الخمسة وعشرين لأن أعتقد هو سن مناسب لأن يكون نسبة كبيرة من الشباب موجودين في المجلس وأكيد ثلاثين سنة يعتبر الشعب يعني النصيحة إذا نقدمها بيكون طبعا في إطار أن يكون برنامج واقعي يعني دائما المرشح لازم يكون برنامج اللي قدمه برنامج واقعي يمكن تحقيقه أيضا التواصل ما يقدر يسويها يعني خاصة أنت لازم تفرق أن أي برنامج تحطه لازم تعرف شلون راح تنفذه لازم شلون راح تحقق الأهداف والبرنامج اللي قدمت المهم أنت تعرف شلون راح أحقق هذه الأهداف من خلال دخولي في ذي اللجنة راح أقدمها الطريقة راح أقدمها المشروع هذه اللي مهم أن أي واحد حاب أن يرشح يكون يحط فيه باله هذه الموضوع